الواردات، ضعف النفقات، معدلة جديدة تنتج بعد ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ شهرين فمعدل الانفاق الشهري وفق موازنة العام الماضي هو 7.5 تريليون دينار فيما تقترب الإيرادات الشهرية من 15 تريليون دينار انتعاش جعل الاحتياطات النقدية تتجاوز عتبة 70 مليار دولار نسمع احنا ارتفعت مثل احتياطيات البنك المركزي أو الوزارة المالية لا نحتاج اكتناز الأموال وإنما تحريكها لأن تحريكها تولد فرص عمل وبنفس الوقت تتولد أموال إضافية لرفض خزينة الدولة بهذه الأموال الزيادات المتآتية تولدت وفق خبراء بعد تصفير ديون الكويت التي وفرت 3 مليارات دولار مع تغيير سعر صرف الدولار والذي وفر 10 مليارات دولار إلى جانب ارتفاع أسعار البرميل متغييرات قد تسهم في نهضة اقتصادية إذا ما استثمرت بقطاعات ستراتيجية تركز على المدر الصناعية تركز على الخدمات تركز على الزراعة تركز على السياحة تركز على النقل وبناء شبكة طرق مواصلات جيدة الساهم في بناء بناء تحتية لنهضة اقتصادية في العراق فيما تشير قراءات أسواق المال أن ارتفاع الإرادات له أثر كبير على التصنيف الاعتماني للعراق في كونه غير معرض للمخاطر وهي مواشرات مهمة يعكسها حجم الاحتياجات النفطية ومع استمرار المتغيرات في عدادات الاقتصاد تشير قراءات وزارة المالية أن الاحتياطات النقدية قد تتجاوز عتبة تسعين مليار دولار وفق متغيرات يمكن لها أن تعزز بنية الاقتصاد من العاصمة بغداد بدرور ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر